موسيقى السلام عليكم نستمر معكم في هذه التغطية المتواصلة لزيارة باب الفاتيكان إلى العراق إذ ما زالت هذه الزيارة محط اهتمام العالم اهتمام نابع من العراق وضيفه وفي اليوم الثاني التقى المرجع على السيدة السستاني ومن ثم حاجا إلى أور زيارة ربما يخضر السلام على إترها السلام ليس في العراق فقط وإنما في جميع أنحاء المعمورة شاهدين الكرام نرحب بضيوفنا الأكارم الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي مرحبا بكتور ومن النجف رجل الدين الشيخ علي بشير النجفي مرحبا بك شيخ علي ومن بيروت وزير الداخلية لبناني الأسبق مروان شربل ومن القاهرة نائب رئيس تحرير جرية الأخبار سحر عبد الرحمن أبدأ من النجف الأشرف وإلى الشيخ علي بشير النجفي شيخ علي كيف يمكن النظر إلى زيارة البابا ولقائه المرجع الأعلى هذا اليوم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياك الله وحيا الله ومشاهديك الكرام وضيوفك الأعزاء بالحقيقة النظر لهذا الموضوع بأهمية واعتزاز بالضيف الكريم الذي قدمه إلى النجف الأشرف وهو الحبر الأعظم باب الفاتكان هذه الشخصية المرموقة والمهمة والمحترمة جاء ليلتقي بشخصية عظيمة وكبيرة للطائفة والإسلام ولما يمثلان هذين الشخصيتين الكريمتين من مقام ومن علو السمو في طوائفهم ولأبعادهم الروحية والدينية فإن هذا اللقاء مهم وتاريخي نعم طعم يعني في أهم ما جاء في اللقاء من قبل هاتين الشخصيتين الكريمتين هو تغليب لغة العقل على الحروب فهل هي دعوة جديدة أو دعوة لكل العالم وليس في العراق فقط لاتباع هذه الطريقة والاتباع لغة العقل والحوار والمنطق لا شك أن هذا اللقاء وأهميته إلى تبعات وأهم تبعات ما يصدر منهم من رؤية ومن توجيه وبالتالي توجه النجف الأشرف اليوم بمرجعيتها والفاتيكان باتجاه أن يكون هناك حوار باتجاه تغليب لغة العقل باتجاه أن هناك تصير حرية للحديث حرية للناس المحرومة والمظلومة بالإضافة إلى المعانات الكبيرة هذا دافع مهم وكبير بالحقيقة للفت أنظار العالم على أن هناك مشاكل كبيرة تحدث اليوم في العالم وبالأخص في المنطقة بخصوص قضايا كثيرة إنسانية وقضايا بتخص الديانات وقضايا تخص استغلال الجانب السلطوي على حساب الفئات والديانة الموجودة في هذه البلدان دكتور أحسان أبرز ما قاله سماحة المرجع عن العراق يعيش في محنة ما هي المحنة التي يقصدها سيد المرجع التي نعيشها اليوم شكرا على استضافة حياتي لك أستاذ كريم لضيوفك لمشاهدي قناتكم الكرام يعني محنة العراق كبيرة جدا لما نظرنا على امتداد التاريخ حروب حصار أرهاب متمثل بالقاعدة داعش هذه جميعها شكلت أزمات كبيرة جدا على مستوى التعايش السلمي وأيضا حفرت آلام وصعاب لدى الشعب العراقي العراق الآن إذا ما نظرنا إليه أيضا يعيش الكثير من المحن أولا قد تكون قضية استمرار التحديات الأمنية هذا أولا يعني متمثل بالتطرف والإرهاب أضف إلى ذلك تحديات أخرى متمثلة في استكمال بناء الدولة ومؤسسات الدولة أيضا في قضايا ركز عليها المرجع فيما سبق وهي قضية التعايش السلمي ما بين المكونات وضرورة أن يكون هناك تلاحم كبير ما بين أبناء الشعب العراقي والعراقيين قطعوا كثير من هذه الخطوات باتجاه هذه المساحة المهمة لكن أتصور بأن إشارة المرجع السستاني هي ذاهبة باتجاه القوى السياسية بالتحديد لأن عليها أن تتجاوز أزماتها لتعزز هذا التعايش السلمي الذي شهدناهما بعد الانتصار على تنظيم داعش طبعا بالإضافة إلى محن أخرى طبعا هذا يدعوني إلى السؤال عن يعني في هذه الزيارة عموم زيارة الحبر الأعظم وحتى لقاء السيد السستاني كان هناك تركيز على المؤسسات المدنية على الدولة التي تحوي الجميع أو تحتضن الجميع لم يكن هناك كما في الزيارات السابقة لمسؤولين أو قادة روحيين جولات مكوكية بين السياسيين أو بين الأحزاب ركزت على محاول رئيسية ركزت على شخصيات معينة محددة واضحة وكان فيها تركيز على استيعاب الآخر تركيز على أن الدولة العراقية ممكن أن تسعى الجميع لا حزب ولا طائفة ولا قوة معينة ممكن أن تستحوذ على هذا البلد يعني لاحظ أستاذ كريم أن قداسة البابا فرانسيس وأيضا طبيعة الطروحات بالنسبة لسيد علي السستاني إذا ما طابقتها على مستوى السنوات الماضية وهي تشكل تقاربا أكثر ما هو تنافر فيما يرتبط بقضية أعلاء الدولة وأيضا مؤسسات الدولة والمدنية التي أشرت إليها في طبيعة السؤال خصوصا وأن الدولة المدنية غير المؤدلجة بالتحديد إلى حزب أو فكرة سياسية هي ستكون ضامنة لكل المكونات المجتمعية لأن الاستحواذ فئة طائفة قومية عرق أو حزب على دولة بما لا يقبل الشك سيشكل نفورا اتجاه مؤسسات الدولة ومن ثم ستشعر بقية المكونات على أنها مضطهدة ضمن هذا الدولة لذلك بناء هذه الدولة المدنية وترصينها هي ستكون الحامل لكل الحقوق بالنسبة للمكونات المجتمعية وأن لا تشعر هذه المكونات أي أن كانت حجمها نسبها داخل الدولة العراقية لا تستشعر بأن هناك اضطهاد ممكن أن يمارس عليها لذلك فكرة المدنية وأيضا مؤسسات الدولة أنا أعتقد هي دعوة مرة أخرى إلى بقية الأطراف العراقية بالتحديد منها هي أن لا تستمر في ذلك النهج السياسي الذي سارت عليه هو قضية الاحتكار لمؤسسات الدولة هذا خطأ كبير يعني شكل عائق كبير ليس فقط على مستوى بناء الديمقراطية والدولة المدنية وإنما حتى على مستوى التعايش السلمي هناك من بات يستشعر خطرا يعني بأنه لا يوجد لديه ظهير يعني من خلال هذه الدولة إذا ما قسمت على أحزاب أو مكونات حسب نسبها وبالتالي تتغلب نسبة المكون السياسي المجتمعي على حساب المكونات الأخرى هذا أمر مهم سأعود إليك فيه بعد أن أخذ رأيي باقي الأساتذة الحضور يعني قصة أنه لن يتحدث أحد بعد هذه الزيارة والدعوة إلى أن تكون الدولة هي مستوعبة للجميع لن يتحدث أحد عن تقسيم أو تفرق أو ممكن أن الاستحواذ على مكون دون غيره طيب لنتحول إلى القاهرة ريثما يجهز ضيفنا مع الوزير مروان شربل من بيروت سيدة سحر عبد الرحمن الأستاذ سحر عبد الرحمن نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار البابا دعا إلى احترام حرية الرأي حرية الضمير والحرية الدينية والفكر والاعترام بها في كل مكان هل مجتمعاتنا العربية قادرة على ذلك قادرة على استيعاب الرأي الآخر والفكر الآخر والمكون الآخر أولا أشكر حضرتك على الاستضافة ثانيا طبعا الإنسانية موجودة ومتجسدة في كل مكان في أرض ربنا والدول العربية هي مهد للأديان ومهد للسلام ومهد للرحمة ومهد لكل الحضرات العظيمة طبعا زيارة طبعا بابا الفاتيكان النهاردة أو التي بدأت أمس لدولة العراق الشقيق هي بالطبع هي زيارة بالفعل هي تاريخية وعظيمة وبتدعو إلى الكثير والكثير لنبذي الحرب لنبذي التعصب لنبذي عدم احترام الآخر لنبذي الرحمة لكل القيم العظيمة ديت احنا كلنا حتى يعني أنا بشوف أن مش بس أهلينا في العراق الشقيق اللي بيشوفوا الزيارة ديت بالحدث المهم والحدث الجلل الحقيقي ولكن احنا كمان في دولنا العربية احنا هنا في مصر برضو بنتطلع لكل تفاصيل هذه الزيارة وكل المناطق اللي بيقوم بزيارتها وبنشوف أهلينا في العراق وبنشوف المناطق اللي ضمرتها الحروب واللي ضمرها الإرهاب واللي ضمرها كل كاره الإنسانية وكل كاره الرحمة في كل مكان وبنتطلع أن احنا بالفعل نشوف دولة عظيمة ودولة ذات حضارة تستحق أنها تكون في مكان أفضل بين كل دول العالم احنا بنشوف احنا واحنا في مصر هنا الزيارة ديت مش بس فعلا هي زيارة لرمز ديني كبير ولدعوة مهمة للسلام لا احنا بنشوف أن بداية لتمهيد لعودة كل مكان كل نقطة في هذا البلد العظيم أنها فعلا يسودها الاستقرار ويسودها الأمان ويسودها كل شيء بيدعو إلى تنمية واعمار لدولة عظيمة بحجم دولة العراق بنشوف الحقيقة أن برضو هذه الزيارة بتمهد أن يكون فيه زيارات لمسؤولين زيارات لناس من كل دول العالم مش بس النهاردة عندما يأتي هذا الرمز الديني الكبير والعظيم إلى دولة كبيرة بحجم العراق ووسط مخاوف الحقيقة يعني الجميع تخوف من أن تتم هذه الزيارة ولكنه أصر عليها هو كمان بيرسل رسالة مهمة جدا إلى كل السياسيين إلى كل المعنيين بالإنسان إلى كل المعنيين بالتنمية إلى كل المعنيين بالاستقرار بنبز الإرهاب بمحاربة الإرهاب في كل مكان أن هذا البلد آمن ويستطيع الجميع أن يتوجه إليه ويستطيع الجميع أن يتحد حتى يكون هناك بالفعل إرادة حقيقية لاستقرار هذا البلد العظيم وإلى بداية للتنمية وبداية للإعمار الحقيقي والقضاء على كل أشكال الإرهاب الموجودة في هذا البلد المهم سحر أنت كصحفية وكإعلامية من أي الزوايا ممكن أن تتابع وتشاهد هذه الزيارة كيف يتم التركيز على الأقل في الإعلام المصري على هذه الزيارة هل لفت انتباه جهة معينة من الإعلام مثلا من من يدينه كمسيحيين أم أنها مهمة للإعلاميين بشكل عام لأهمية الزائر وإهمية المنطقة بشكل عام لا بالطبع هي مهمة بالنسبة لكل المصريين مش بس للإعلاميين أو حتى إخواتنا المسيحيين المصريين لا هي مهمة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين ولكل المصريين من عدة جوانب هذا البلد بالفعل هذا البلد آمن هذا البلد جاهز أنه يبتدي خطوات لإستقرار الحياة وأنه يكون فعلا فيه إعادة للإعمار ويكون فيه اهتمام بالإنسان ومش بأي حاجة تانية يكون بالفعل يرجع تاني ما يبقاش ما بنسمعش على قصص لداعش ما بنسمعش على قصص لإرهاب ما بنسمعش على أمور بتخلينا نخاف ونقلق أنه لسه فيه إرهاب في العراق لسه فيه عمليات انتحارية لسه فيه تفجيرات لسه فيه دماء طاهرة بتثيل في الأراضي العراقية كل ده بيدي الحقيقة برضو رسالة تمأنينة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة لكل المصريين وبالنسبة لكل الإعلاميين إحنا طبعا كإعلاميين وإحنا شايفين كمان أن فيه مصاحبة كبيرة جدا لعدد من الإعلاميين لقداسة البابا فيه رحلته دي إحنا كمان عايزين كإعلاميين نيجي ونزور العراق ونيجي نرصد أو نعمل يعني متابعة لكل ما يحدث في هذا البلد المهم عايزين العالم كله ييجي مش بس الإعلاميين العرب أو الإعلاميين المصريين عايزين الإعلاميين من كل مكان في العالم لأنه هو الإعلام اللي هيرصد وهو اللي هيطمن الجميع أن البلد ده بالفعل بدأ ياخد خطوات مهمة جدا وبدأ ياخد خطوات نحو إعادة أعمار الوطن ونحو إعادة بناء الإنسان واستقرار الإنسان محتاجين أعتقد أن كل الإعلام يتكلم ويقول أن البلد النهاردة مهيئ أن حتى كله إحنا اللي هاجروا سابوا العراق أنه هما يعودوا مرة أخرى إحنا جاهزين في العراق جاهزين لاستقبالكم في أي وقت تشرفوا هذا بلدكم وإحنا كمان جاهزين طبعا أهلا بيكم في أي وقت قرروا والاستقبال علينا أتحول إلى بيروت إلى معالي الوزير مروان شربل معالي الوزير يعني منطقة الشرق الأوسط عانت كثيرا من التهجير الحروب النزاعات يعني في حديث البابا في أكثر من خطاب يعني قاله في العراق أنه دعا إلى عدم استغلال الأديان في القتال وعدم استخدام اسم الرب للتكفير هل يعني ذلك أن هناك من استخدم الدين أو استخدم اسم الله وهذا الاسم المقدس في قتل الآخر والقضاء عليه وكيف يمكن أن تفرز هذه الدعوة تيارا يحارب دعوات القتل بسم الله بالبداية زيارته للبابا على العراق هذه كانت تلبية لرغبة البابا جان بول دو اللي ما قدر يجي اللي كان حابب من قلبه أنه يزور العراق بس لظروف معينة ما قدر يجي اليوم كان في تحدي من قبل البابا اليوم اللي زيارة العراق وقد برهن للعالم كله أنه العراق اليوم بلد آمن واليوم العراق رغم الظروف الصعبة اللي عبيعيش فيها رغم الانقسامات اللي موجودة على الساحة العراقية إن كان انقسامات سياسية أو انقسامات طائفية برهن للعالم أنه هذا هو العراق هذه العراق اللي كنا نعرفها سابقا وستعود العراق كما كانت من عشرات السنين وبالآخر الرسالة اللي وصلها وصلها مش بس للعراق وصلها لكل الإرهابيين بالعالم واللي عم بيستعملوا الدين لقتل العالم برهنوا عم بيوصلوا الرسالة إنه لا أنتوا عم تستعملوا الدين لتقتل الناس بالعكس الدين هو أديان العالم كلها هي أديان السماح ومحبة وتقارب وكمان الأهم من هيك أنه أنه بالعراق اليوم اللي لفت لنظري هو قدرة السلطة العراقية على ضبط الوضع الأمني يعني بالنهاية هذا هذا امسولي أو نموزج مستقبلا للعراق أن تقدر تقدر تقضي على الإرهابيين وينما كانوا وتقدر ويقدر رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يفرضوا سلطتهم على العراق واللي تعود العراق كما كانت لتزهر اقتصاديا واجتماعيا معالي الوزير يعني طبعا كل شخص ممكن فيه تخصصة يلفت انتباهها الزاوية زاوية التخصص اللي تابعها فأنت الآن أثرت يعني نقطة مهمة هي مسألة التغطية الأمنية أو التغطية حماية هذه الشخصية المهمة تعتقد أنه هذه واحدة من طبعا طبقا لتخصصك تعتقد أنه هي واحدة من أهم المهمات لأي دولة في التعامل مع شخصية بحجم قداسة البابا هذا ملفت هذا ملفت انتباهي يعني لمن بيكون فيه توافق على زيارة على زيارة البابا للعراق الكل تضامنوا من كل المشارب السياسية والحزبية تضامنوا لاستقبال البابا فإذا نحن فينا نقدر بالعراق وبغير العراق أنه نحن نضامن لإعادة الأمن والسلام على المنطقة وننبذ الخلافات السياسية على جنب ونهتم اكت لمعيشة الاهتمام لمعيشة العالم وتأمين تأمين يعني بالحد الأدنى من البقاء على الأرض وأنا لبدي أقول لك خلق كمان شغلي كتير كتير مهمة وهو أنه المسيحيين اللي موجودين بالعراق حسوا أنه بأمان وحسوا بسئة أكتر للحكومة العراقية اليوم وحسوا أنه بطريقة استقبالهم لقداسة البابا على الأرض العراقية حسوا أنه هني كمان معنيين بهذا الموضوع وبيقدروا يتجولوا بكل المناطق العراقية وبيقدروا يعودوا على قراءهم وبيقدروا يعمروا العراق مثل ما كانوا سابقا يعني سأعود لك مرة أخرى حتى نتساءل أو توضح لنا ما هي الرسائل من زيارة العراق التي ستتبع زيارة البابا ولكن أرجع بالسؤال إلى الشيخ النجفي يعني لماذا النجف دون غيرها شيخ علي لماذا النجف وماذا يريد البابا من النجف نعم النجف مدينة لها تاريخ من خلال قيادتها ومرجعيتها وإنجازاتها على التاريخ القديم وعلى العقدين الماضيين بالأخص النجف حمت العراق النجف قادت بطريق مباشر أو غير مباشر حرب نيابة عن العالم ضد جماعات الظلام النجف دفعت العراق باتجاه أن يكون هناك يعني مجموع دولة أن هناك مشروع دولة يمكن أن تقوم باستقرار وسط الصراعات الإقليمية وإلى ما شاكل ذلك النجف بالحقيقة كل ما عده ومن علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم إمامنا الذي أقرر له العالم بأنه أعدى الحاكم عرفه التاريخ النجف برؤيتها وبهويتها وبارتباطها بأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وبوجود مرجعيتها الحكيمة التي ضحت بالكثير وتحملت الكثير لكي تثبت أشياء مهمة من أهمها أن هذا الدين دين سلام أن النجف محطة لاحتضان الجميع النجف مدى العقدين الماضيين احتضنت الجميع النجف دافعت عن الجميع النجف وقفت بجانب المظلوم ولم تقف بجانب الظالم الكلام يطول بالحقيقة والأمل بالنجف كبير اليوم جانب الأخ طيب يعني هناك صراعات سياسية في العالم هذه الصراعات هل عمقت الهو بين المجتمعات وحولت الصراعات السياسية إلى نزاع ديني أم أنها هي هناك أساسا خلاف ديني قد يؤدي إلى صراع شوف أخي الكريم هذا الموضوع على شقين الديانات السماوية سمتها التسامح طابعها المحبة أداءها التعاون والتكاتف حب لأخيك إلى آخر من هذه العبارات والتوجيه واللي من أحياء نفسا كأنما أحياء الناس جميعا بالمقابل كان هناك استغلال للحالة الدينية من قبل جهات سمت مرة باسم طائفة مرة باسم دين مرة باسم قومية وأثارت الناس بطريقة وأخرى لأجل المعارب ومكاسب إحنا شفنا الطاغية المقبور كيف كل فترة كان يستغل حاله وأخيرا سمى نفسه عبد الله المؤمن والإيمان منه بريء وحاول أن يستغل الصبغة الدينية وهكذا حتى على العصور الماضية مرسة هذه القضية في مختلف الأديان ليس فقط بسفل الإسلام للأسف حينما يستخدم الدين غرضا فإن هذا سيؤثر على علاقة الفرد علاقة المجتمع بالله علاقة المجتمع بالدين وبالتالي سيكون هناك نفور كما نشاهد هنا وهناك بعض الأقوال وبعض الصيحات لذلك اليوم نعتقد أن هذا اللقاء جاء ليعزز القوة الدينية وليعزز الدين في نفس الناس ويبعد شبح الحاد وشبح التطرف وأن هذه القيادات الكبرى والعظمى الدينية موقفها واضح وصريح وجلي بالعمل قبل القول يعني حيث مرجعيتنا أنجزت الشيء الكثير فلما تتكلم عن ما أنجزت من سلام أو تتكلم عن سلام ومحبة وتفاهم وحرية رأي فبالحقيقة هذا بلاء على مشروع ونماذج وجهد كبير تم تقديمه إلى العالم أجمع وبالعراق بصورة خاصة والمنطقة أيضا بشكل وآخر بالتالي إحنا أيضا باتجاه الانحرافات اللاخلوقية وإلى غير ذلك بالتالي إحنا اليوم يعني أمام بالحقيقة صورة قوية ناصعة للنجف الأشرف وأن تظهر أن الدين هو بالحقيقة دين سلام ومحبة من خلال القيادات ما صرحت به وما عملت به القيادات الدينية تجاه شعوبها واتجاه المنطقة طيب دكتور حسان يعني لفت انتباهي أيضا في حديث قنوات عديدة عن لقاء سيد سستاني بالحبر الأعظم أن هناك تركيز على أن سيد سستاني دعم فعلا السلام داخل العراق حارب الفساد من موقعه رغم أنه لا يدعو إلى هيمنة سياسية دعم دعوات الشباب في التظاهر ومطالبهم وأيضا دعا في كل مرة إلى انتخابات يعني ذات مصداقية وشفافة ونزيها يعني هذه الدعوات دعوات الشفافية والنزاهة وكيف يمكن أن تؤثر في مجتمع منقسم سياسيا سمحنا نحن نحن منقسم المجتمعين بس منقسمين سياسيا يعني هل يمكن أن تؤدي هذه اللقاءات وهذه الدعوات إلى تفعيل الدعوات السابقة أو الرئيس السابق لسماحة المرجع في هذه القصة السياسية المعقدة إلى حد ما داخل عراق يعني أنا أعتقد أن المجتمع الغربي سيتوجه نحو العراق في ظل زيارة البابا دعوته إلى دعم العراق التعايش السلمي دعم مؤسسات الدولة أنا أتصور بأن المجتمع الغربي سينطلق باتجاه دعم مؤسسات الدولة بشكل كامل يعني وتقديم أيضا مزيد من مستويات هذا الدعم على مستوى المكونات ومن ضمن ما ذكرته هو قضية الفساد ولذلك أتصور بأن ستقدم كثير من المنظمات دعما للجهات الرقابية في هذا الجانب أشرت إلى نقطة مهمة يعني رغم كل الدعوات لسماحة المرجع السيد علي السستاني إلى هذه الطبقة السياسية لكن أتصور بأن جزء كبير من هذه الطبقة السياسية لم يستمع إلى هذا النصح وإلا لما وصلنا إلى هذا الوضع يعني هو انطلق في دعوة الانتخابات المبكرة يعني منذ والدليل أنه أكد الرأي اللي أطلق منذ عشر سنين أنه ليستقبل أي أحد من الطبقة السياسية وحتى في زيارة البابا منع أن يكون هناك أي شخصية حتى يعني على مستوى درجة مدير عام أن يكون مرافقا أو يدخل إلى هذا الاجتماع هذه إشارة واضحة على أن هذه الطبقة السياسية أقول أغلبها ولا أقول جميعها أغلب هذه الطبقة السياسية لم يستمع إلى نصح المرجع السيد السستاني وأيضا هذه القوى السياسية فيما يبدو أنها تستشعر أن دعوات السيد السستاني وعدم الاستجابة لها سيشكل خطرا على مستقبلها السياسي على أقل تقدير بالنسبة للقوى الشيعية المعنية الأكبر بقضية اتباعها للمرجع السستاني هي تستشعر خطر من أن هذا الصمت لسيد السستاني سيكون له ثمنا باهضا على أقل تقدير ما قبل الانتخابات رغم أنه أشار يعني منذ سقوط شهداء في ثورة اكتوبر تشرين عام الفين وتسعة عشر أشار ودعوته في الانتخابات المبكرة عليه أن يكون هناك اختيار جديد مع ذلك أتصوأ اللافت في الموضوع قد يكون مؤسسات الدولة هي من تتحرك يعني هناك فرق يعني هسا خلينا بإطار الزيارة نعم هسا هذه قصة مؤسسات الدولة يعني في هذه الزيارة لفت الانتباه أيضا أنه كانت هي مؤسسات الدولة هي المحركة لهذه الزيارة هي المستوعبة صحي ما لقينا هذه الزيارات المكوكية لقادة سياسيين أو رؤساء أحزاب فقط قيادات الدولة المعنية باستقبال رمز مثل الحبر الأعظم هي التي كانت ولاحظت أيضا هذا الإعجاب من الوزير السابق معه الوزير مروان شربل بالأداء الأمني هذا لو لم يكن هناك مثل ما تفضلت سيد الوزير بتوافق دولة بشكل عام لما كان هذا الانسجام في استقبال كانت زيارة الدولة بامتياز أستاذ كريم أنت تعرف جيدا بأن الدولة الآن ومؤسساتها لا تحظى بدعم الإرادة السياسية تحدث عن الأحزاب ولا بد أن نفصل أنا حينما شرط إلى قضية الدولة أقصد هذا المجال بأن دعوة سيد السستاني ممكن أن تكون حافزا مثلا إلى الحكومة العراقية بأن تمضي باتجاه وضع آليات عديدة ليس فقط على مستوى محاربة الفساد وإنما في قضايا المصالح المجتمعية التعايش السلمي الحفاظ على حقوق المكونات المجتمعية كافة لكن أنا أقول بأن هل تتوفر الإرادة السياسية مرة أخرى لهذه الأحزاب من أن تستمع لنصح القداسة البابة أو حتى ما اتفق عليه مع سماحة المرجع السيد السستاني أتصور بأن السياسة لها مصالحها قد تكون بعيدة عن الجانب الديني قطعا قطعا لكن أتصور أتصور مؤسسات الدولة والتيار مؤسسات الدولة ستتحرك مؤسسات الدولة ستتحرك يعني أنا أتوقع بأن قد يكون هناك مشاريع قوانين ستطرح من قبل رئيس الجمهورية وهو له الحق الدستوري في ذلك أيضا الحكومة العراقية ستتحرك في هذا الجانب في طرح مشاريع يمكن أن تدعم الخطوات أو طبيعة ما تم الاتفاق عليه ما بين كخطوط عامة يعني بالتالي التفاصيل هي تعود للدولة يعني في قضية في كثير من القضايا يعني التي يمكن أن تترجم وصايا القداسة البابة مع سيد السستاني لكن أقول مرة أخرى بأن هل الإرادة السياسية ماضية لترجمة هذه التوصيات أو تشريح هذه القوانين أو يمكن أن نتساءل بطريقة أخرى هل ممكن أن يكون التيار المضاد لهذا لمن يدعو إلى إضعاف الدولة هل يمكن أن يقوى خلي نسأل من زاوية أخرى زاوية متفائلة ليش نسأل من زاوية القوى التي تريد إضعاف الدولة خلي نسأل من زاوية التيارات التي تريد تقوية الدولة حتى تضعف من يحاول امتصاص الدولة وإضعافها على حساب حزبة أو مكونة هي الآن في أعلى مستوياتها أستاذ كريم هذه القوى الآن التي نتحدث عنها بمعزل عن القوى التقليدية هي في أعلى مستوياتها وتنسجم أصلاً مع الدولة التي تحاول تثبيت أركانها تثبيت مؤسساتها هناك حراك جديد لجيل سياسي عقول سياسية هناك دعم شعبي لموضوع التغيير لبلورة الهوية الوطنية تثبيت الدولة هيبة الدولة مؤسساتها هذه جميعنا نعتقد أنها ستكون في أعلى مستوياتها ونسبها في المرحلة القادمة مع يعني تناقص لقوى تقليدية تركز على مصالحها السياسية يعني قياساً بهذا المساحة خلينا نناقش في حلقات مقبلة هذا ننزل في العمق خلينا في إطار الزيارة وما يمكن أن يبرز عنها زميلتنا سحر عبد الرحمن أعود لك ومصر لها تجربة طويلة ومريرة في الصراع مع المتشددين وأيضاً في استهداف المصريين سواء كانوا من الأقباط أو غيرهم كيف يمكن أن تكون مثل هذه اللقاءات وهذه الزيارات أن تؤدي إلى تلاحم روحي بين القيادات الدينية ومن ثم يمكن أن نضعف هذه التيارات المتشددة لتقوية الدولة وأسسها وليضعاف الأحزاب أو مؤسسات قد تستخدم الدين غطاء لتمرير مخططاتها ومقاربها هو لابد طبعاً من أن يكون هناك قانون ولابد من إنفاذ القانون في كل مكان يعني دولة بلا قانون يعني ليست دولة فالقضاء على هؤلاء الإرهابيين أو على هؤلاء المتطرفين لابد أن يكون تبقى للقانون وتبقى لإرادة حقيقية من الدولة لنبذ الإرهاب ونبذ الإرهابيين وكل المتعصبين اللي بيحولوا حياة الشعوب إلى جحيم وإرهاب ودماء بدون وجود هذا هذه الإرادة الحقيقة يعني لا أعتقد أنه هيكون فيه بالفعل مكافحة حقيقية للإرهاب أو للإرهابيين والمتطرفين في أي مكان ثانياً الخطاب الديني المتعصب لابد أن تكون هناك الحقيقة خطوات مهمة جداً من كل الدول القربية يعني من مصر من العراق من لبنان سوريا من كل الدول العربية لابد أن يكون هناك خطاب ديني يدعو بالفعل للتسامح لاحترام الآخر للتعايش مع الآخر لأن بدون بدون كل القيم الحقيقية اللي بتدعو إليها كل الأديان أنت مسيحي أنا مسلم أنت يهودي أنت يعني تدين بأي ديانة كل الأديان تحس على الرحمة والتسامح واحترام الآخر والأمان والاستقرار وكل القيم العظيمة اللي كلنا في أشد الحاجة لها هذه يعني هذه الأوقات أكثر من أي وقت مضى لابد أن يكون هناك وقفة عائقية أمام الخطاب الديني المتطرف الذي يبس المتطرفين المتطرفين هل تعتقدين سيدة سحر هل تعتقدين أن هذه الوقفة هذه وقفة شعبية أم وقفة دولة قانون يعني القانون يقف قبال هذه الدعوات المتشددة أم أننا نبدأ حوار لفهم الآخر يعني على مدى سنين طويلة كانت هناك دول ومؤسسات وقيادات سياسية تستثمر هذه الفرقة بين المجتمعات كي تمارس سطوتها في ظرف معين ولا نريد أن ندخل في تفاصيل ولكن بالإطار العام كان هناك استثمار لهذه القصة صحيح ولكن هذه مسؤولية الجميع دولة ومؤسسات وأفراد وتعليم كل هذه مسؤولية الجميع لابد أن يكون هناك خطاب ديني بيدعو للتسامح وينبذ كل الإرهاب وينبذ كل ما يدعو إلى عدم احترام الآخر إلى التمييز إلى كل الأمور اللي هي الحقيقة مش مفروضة أن هي تكون موجودة النهاردة بين شعوبنا نهاردة شعوب العربية يعني يجمعنا الكثير يجمعنا الكثير في كل الأمور ولكن في كل مجتمع لابد أن تجد فتنة بشكل أو بآخر تجد فتنة بين المسلمين والأقباط بين السنة والشيعة بين هذا ما يفرقنا هذا ما يفرق الشعوب هذا ما يؤذي الشعوب هذا ما يدمر الدول والأوطان فلذلك لابد أن يكون يعني كما أشرت حضرتك لابد أن يكون هناك حوار لابد أن تكون هناك إرادة حقيقية من كل السياسيين ومن كل القيادات السياسية ومن ومن الدول وطبقا للدستور وللدستير العربية طبقا للقوانين اللي لابد أن تسنح حتى يكون هناك بالفعل لوقفة حقيقية ضد هؤلاء المتطرفين اللي هم عارفين يعني الشعوب العربية دايما الشعوب متدينة شعوب تحترم أديانها تحترم قيمها وهم يعلمون كيف يفرقوا هذه الشعوب ولكن لا تنسي أن هناك يعني مناهج تربوية هناك أداء إعلامي في فترات معينة كانت تضعف الآخر أو تدعو الاستهداف أو تضع يعني نقاط معينة تجعل من قتل الآخر المختلف عنك هي حسنة قد تضعك في الجنة صحيح ومازالت هذه الخطابات الإعلامية الإرهابية التي تحرد على الكراهية وعلى قتل الإنسان مازالت موجودة موجودة في مصر موجودة في العراق موجودة في لبنان موجودة في كل مكان فمن هنا لابد أن تكون هناك وقفة لأن يعني الحقيقة يعني كفى إراقة لدماء الإنسان في كل دولة يعني يكفينا ما سالت من دماء من كل من كل الذين يدعون إلى خطاب جديد إلى احترام للعالم إلى احترام للإنسان في كل في وطنه في بلده لابد أن يكون هناك وقفة حقيقية من قبل الدوء الدول من قبل المؤسسات من قبل الأقراض يعني يعني هذا مطلب الحقيقة ندعو إليه من سنوات عديدة ولكن إلى الآن لم تتوفر الإرادة الحقيقية لوقف تلك الكراهية وكل الأمور التي ما زالت تحرد على قتل الإنسان وتحرد على عدم التعايش وتحرد على الاستقرار وعدم الأمان في أوطننا لابد أن تكون هناك إرادة حقيقية من الجميع وليست من فرد أو مؤسسة أو من قيادة سياسية دون الآخر صحيح مع الوزير مروان شربل طبعا كلنا نعترف أن في منطقتنا العربية وفي مشرقنا هناك استهداف للمسيحيين وأضعاف لدورهم وهذا أمر أخذ في مرحلة معينة وكأنه منهجية مرتبة لهذا الأمر الدليل حملات التهجير التي جرت في العراق وسوريا وبلدان أخرى زيارة البابا هذه المرة هل يمكن للعراق هل ستؤثر على اطمئنان وعودة المسيحيين واستقرارهم في العراق أم ممكن أن تؤثر إيجابيا على بلدان أخرى مثل لبنان أو سوريا أو غيرها من البلدان التي قد يكون فيها هناك استهداف المسيحيين أو اضطهاد أو تقليل من دورهم خي كريم في عندي ملاحظتين قبل ما جاوبك على إذا بتسمح فضل لست سحر قالت أنه الخلاف بين المسلم والمسيحي وبين السني والشيعي نسيت أنه حتى ضمن المذهب الواحد إذا كان بين مسيحي مسيحي أو سني وسني أو شيعي وشيعي أصعب بكتير من الخلاف بين مسيحي ومسلم أو بين سني وشيعي ونحن عشناها بتفاصيلها الشغل الثاني اللي بدي الفت نظر للي بكرة بدون يبلشوا يقصفوا على الزيارة عم بيعمل عم بيعمل يعني يعني يا راتي الشباب عم بيعمل ردد ضبطوا الصوت للمعالي الوزير نحن نسمعك بشكل واضح حبيت تكمل يعني بيعمل بدي لك لأنه أنا عم بيحكي وعم بيرجعلي الكلام اللي أنا عم بيحكيه عم ضيع على كل حال بكرة اللي بدون يصطاده بالمية العكر بعد انتهاء الزيارة أنا أتمنى أتمنى أن لا تفسر زيارة غداسة البابا إلى النجف وكأنه يعترف بشيعة النجف فقط أبدا أبدا زيارته اليوم للعراق زار رجل دين زار رجل دين وعندما يزور إيران سيزور كمين قم فإذا بالنسبة لقداسة البابا لا فرق بين شيعة العراق أو شيعة إيران بالنتيجة بس حبيت أني أنا أعطيك هالملح صحيح بالنتيجة معالي الوزير يعني عندنا في العراق السيد السستاني ليس مرجعا شيعيا فقط وإنما يعني مرجع عراقي في كثير من مواقفه دافع عن الأيزيديين دافع عن المسيحيين حتى في الفتوى التي يعني أطلقها في عام 2014 وما تبعها من توجهات كانت التوجهات تدعو إلى حماية المسيحيين والأيزيديين مع أخوتهم المسيحيين ولذلك حتى في الزيارة أنا ما عم بحكي أنا ما عم بحكي عن الشي اللي أنت عم تقوله هذا طبعا تحصيل حاصل بس بكرة بدأت بلش مثل ما قلتلك الانتي وياللي ما عيجبون الزيارة إن كان بالعراق أو كان خارج العراق وقالي أسباب سياسية بدون يسيسوا الزيارة وحيقولوا أنه بس اعترف بالنجف ولم يعترف بغير النجف مشين هيك أنا عم بلفط هالنظر إنه قداسة البابا ما عنده هالتفكير هيدا وهذا الموضوع أنا حكيت فيه بلبنان مع أشخاص معينين وحكينا بهذا الموضوع ومشينا على رأي واحد واضح يعني حتى تجيب عن السؤال الذي سألتك بودي أن أعلق على ملاحظة تفضلت بها في بداية ردك هذا قلت أن الصراع بين السني والسني والشيعي والشيعي والمسيحي والمسيحي الخلاف بينهم قد يكون أقوى من الخلاف بين المسيحي والمسلم أو السني والشيعي بودي أن أسألك ألا تعتقد أن هذه الخلافات التي يعني تعمقت في الآوينة الأخيرة بين الطوائف نفسها هي خلافات سياسية أم إنها خلافات طبيعية ضمن الأديان ضمن خلافات سياسية على كراسي على مراكز معينة على مصالح معينة على أمور على أمور يتنتشوها أنا الأفضلية لألي وليس الأفضلية لألك صح 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 نعود إلى أصل السؤال هذه تحسيل حاصل نعود إلى أصل السؤال معالي الوزير هل زيارة قداسة البابا ستدعم المسيحيين في العراق فقط أم ممكن أن تكون عاملا روحيا داعما لكل المسيحيين في المشرق سواء في لبنان أو سوريا أو أي بلد آخر تعرضوا فيه للاضطهاد والتهجير والقتل والدمار لك أنا بدي حكيك بكل صراحة بدي جاوبك بكل صراحة إذا لم تقد إذا بقيت داعش يلي كل يوم عم نسمع إن كان بسوريا أو بالعراق بعدها موجودة حتى المسلم المسلم ما نعيش ومرتاح إن كان بالعراق وإن كان بسوريا أو إن كان بلبنان ونحنا الأجهزة الأمنية يومية عم عم بتلاحق هالموضوع هذا وقلقينا القبض من مدة 15 يوم على العديد من هالخفايا الموجودة على الأراضي اللبنانية تابعين لداعش المسيحي المسيحي بالعراق منه خايف من المسلم العراقي خايف من الإرهاب كما المسلم العراقي خايف من الإرهاب عندما تستطيع الدولة العراقية أن تسيطر على جميع الأراضي العراقية ساعتها كل أبناء كل مواطنين بالعراق من مختلف مشاربهم ومختلف أديانهم بيعيشوا ببحبوحة وبيعيشوا بسلام وبيعيشوا بأمن طيب قصدي أنه المسيحيين في لبنان يعني هل يمكن أو في كل المشرق اليوم البابا زار أور زارها حاجا برغم كل التحديدات وكل التحذيرات التي دعته إلى عدم الزيارة لكنه أصر وبرغم أمره الكبير يعني الله يعطيه الصحة والعافية ذهب حاجا طبعا وكورونا ذهب حاجا إلى أور لأول مرة في زيارة تاريخية هل يمكن أن تكون أور يعني محج للمسيحيين في المشرق هل يمكن أن تشكل هذا الأمر لو نحتاج وقت آخر أو وقت إضافي حتى تكون هذه المنطقة وهذه المدينة هي محج المسيحيين في العالم كل أو المشرق ما في شك ما في شك أنه هذه الزيارة خلقت خلقت نوع من الطمأنينة بالنسبة للمسيحيين في العراق وبالنسبة للمسيحيين المشرق ككل بس هذا لا يكفي هذا لا يكفي على الدولة كمان على الدولة كمان أن تعطي التطمينات أكثر لكل الطواقف أو الأقليات اللي موجودة لحتى يطمأن المواطن بالنهاية أنه أنا موجود وبيقدر أحصل على اللي بيحصل وغيري مش لأنه أنا أقليات ما بحق اللي أعمل نايب أو أني أقليات ما بحق اللي أعمل وزير ونحن نعرف عن نموزج الأقباط بمصر وعن نموزج الأقليات اللي موجودين بكل المناطق حتى بتركيا الأقليات كأنه مش موجودين أنا أتمنى أنه هي الدولة هي الدولة بقوانينها وبأنظمتها هي اللي بتعطي الطمأنيني لشعبها شو مكانت الدياني تبعون طيب أعود إلى شيخ علي بشير النجفي شيخ علي يعني هناك مصطلحات يتم تداولها في الفترة الحالية يعني مثلا الأدياني الإبراهيمية الثلاث يعني هل تم النقاش بهذا المصطلح وماذا يريدون من إطلاق هذه المصطلح في هذه المرحلة وهم وهل نوقش في لقاء القادة هذا اليوم نعم في الحقيقة أنا يعني في ما يخص هذا النقاش وهذا الكلام يعني أريد أن أضح شيء ما دار هو بالحقيقة ما صدر في البيانات نعم هذا هذا الي يمكن أن يخرج وبالحقيقة عموما بصورة عامة الديانات السماوية مرتبطة بطريقة وأخرى بالعراق أنا هنا بالحقيقة أرجح رسالة إلى أهلي في العراق من هذا المنطلق أن العراق اليوم يحمل من الهوية التاريخية والثقافية ما يفتخر به العالم شفتوا تصريح اليونسكو شفتوا مجيء الحبر الأعظم العراق عنده تاريخ طويل عريض من الثقافة والدين والحضارة والكتابة وكل شيء سامي وعنده بالحقيقة حاضر قوي عنده مرجعية عنده دين عنده مبادع عنده تضحية يفتخر بها وتستحق أن تعرض أمام العالم عنده علي بن أبي طالب أعدى الحاكم عرفه التاريخ وعنده من الكثير أرد أقول أن العراق فيه ما يعزز الهوية فيه من الهوية ما يكفي أن لا يذهب يبحث عن هوية يمين أو يسار هنا أو هناك بالحقيقة ليستورد أنصاف هويات أو أشكال لهويات لا تنسجم مع موروث الثقافي والتاريخي والديني والحضاري إحنا كنا مدعوين إلى أن بالحقيقة نعتز بهويتنا وبثقافتنا وتاريخنا ونكرسها في أنفسنا المشاكل التي حصلت في العراق خلال الفترات الماضية سوت إرباك في هذه الصورة لدى المواطن العراقي ولكن نقول أن العراق بلد الديانات بلد العلم بلد الحضارة بلد الثقافة مقصد ومحج العالم عليك أن تعتز بهذه الهوية وتدافع عنها وتبنيها في نفس الوقت وأنا أنطلق من هذه الردد الزالة إذا يسمح لي أخي الكريم إلى الكوادر العراقية التي أسهمت إنجاح زيارة البابا الحبر الأعظم بهذا الشكل الجميل وبهذا الجهد الجبار أقول العراق قادر حينما يريد أن يحقق شيء مثل هذا الشيء الكبير بالحقيقة هو قادر وبفضل الله سبحانه وتعالى وتعاضد ووحدة الهدف استطاعوا أن يحققون اليوم القضايا الخدمية والإنسانية والصحية والأمنية لو توحدت الجهود والإرادة والهدف على تحقيقها بالحقيقة لا كنا قادرين وأقول لا زلنا قادرين واليوم يعني إنجاح هذه الزيارة تمنى أن تكون بادرة لكل كوادرنا في العراق وأبنائنا وأخواننا في الأجهزة المختصة وكل من ساهم من القيادة العراقية إلى كل الكوادر التي هي في الظلال لإنجاح هذه الزيارة بكل تفاصيل الأمنية التنظيمية الخدمية إلى آخره الإعلامية فبالحقيقة أقول أنتم قادرون على أن تمضوا بإرادة حقيقية لإنجاح هذا إنجاح العراق للمستقبل والخروج به إلى الأمام أنا أشكرك الشيخ علي بشير النجفي أولا على هذه الالتفاة اللطيفة في يعني شكر الكوادر التي غطت و يعني سهرت منذ أيام عديدة وب يعني نفس عراقي وأدوات عراقية مئة بالمئة يعني وكل تفاصيل التغطية الإعلامية التي نقلها العالم مئات لم تكن آلاف القنوات الفضائية نقلت هي من الكوادر القناة العراقية شبكة الإعلام العراقي بشكل عام يعني ساهمت ونقلت وقدمت كل ويعني كرست كل جهودها هذه الالتفاة اللطيفة أنا أعتبر وممتن منك كثيرا على هذه الالتفاة وأيضا منها أنطلق لشكرك على تواجدك معنا وممكن أن تستريح لا نريد أن نأخذ من وقتك كثيرا شكرا جزيلا لتواجدك معنا شيخ علي بشير النجفي وأيضا يعني أستل من من ملاحظتك الأخيرة إلى دكتور حسان دكتور حسان يعني حلوة اللي قالها شيخ علي بشير النجفي مو بس مو بس القناة شبكة الإعلام مو لأنه يعني من باب النقابية يعني شوية شالتني الغيرة على مؤسستي وانحيازي ولكن أنا أريد أخذها بالإطار العام اللي هو استكمل يعني الرأي قال أنه يعني بتوحد الجهود بتكاتف الجهود يعني شلون مثلا قبل قبل الزيارة بأيام كان هناك حملة خدمية هائلة لم تشد منها لا بغداد ولا المحافظات المعنية بالزيارة مثلها يعني أيضا جاءتنا الفرصة كشبكة إعلام أنه نقدم نموذج لأداء محترف وهذا يعني قدمنا الحمد لله لحد هاي اللحظة قصدي أنه ممكن ممكن وحتى ملاحظة الأساتذة الآخرين أنه ممكن العراق فيما لو حصل تفاهم ودعم وإسناد لبناء الدولة ممكن أن يكون هناك عمل جبار وهائل لأن الإمكانات متوفرة والأدوات يعني وافرة بشكل كبير طبعا أعزز شكر سماحة الشيخ وأيضا أقدم شكري لقناة العراقية وشبكة الإعلام العراقي بما بدلوه من جهة جبار يعني في أظهار صورة العراق بأفضل مستوياتها بنقل تفاصيل الزيارة بشكل كامل وأيضا الشكر موصول لكل القنوات العراقية الوطنية التي نقلت صورة العراق الحقيقي وأيضا الشكر يجب أن يمتد إلى كل الكادر يعني على مستوى الدولة الآن الذي جند نفسه بشكل كامل ليظهر هذه الزيارة بهذا الشكل المفرح أنا بتصوري أن الزيارة تمثل فرصة تاريخية للعراق نعم هي زيارة تاريخية لكن في ذات الوقت هي فرصة تاريخية للعراق في كل المستويات هنا لا نتحدث فقط عن قضية المستوى السياسي من مستوى الدولة وإنما الآن الفرصة سانحة لتعزيز وتثبيت مبدأ التعايش السلمي تعزيز واصر الوحدة ما بين المكونات المجتمعية الملاحظ بأن كل المكونات المجتمعية هنا تحدث هي مع الزيارة قلبا وقالبا كانت تنظر إلى هذه الزيارة فيديوهات عفوية يعني مسلمين عفوية نعم رحبوا بال بالباب هذا دليل على أن هناك شعور وحماس لأن يرتفع اسم العراق لأن يظهر العراق بوجه آخر يعني خارج إطار العنف خارج إطار السلاح خارج إطار خطاب الكراهية الذي رافقت تطرف تطرف الإرهاب الشعور بأن هذه الزيارة عكست الهوية الوطنية وهذا جانب مهم يعني تلاحظ يعني طبيعة الترحيب من كل الطيف التفاعل المجتمعي تلك العاطفة لأن العراق عاد مرة أخرى كأنما هو العالم ينبض بالعراق هذا جميعها أنا أعتقد أنها يمكن أن تكون فرصة مناسبة للعراق هذا من جانب الجانب الآخر بما طرحته أستاذ كريم هو قضية الدولة وإمكانياتها هذا مهم تلاحظ الآن الدولة هنا لا أتحدث عن مرة أخرى لا أريد أن أتحدث عن الإرادة السياسية التي تمثلها الأحزاب لكن تلاحظ حينما تتوحد الدولة واتجاه هدف ونقطة تعتقد بأنها ستعزز من مكانة العراق أنتجت هذا التكامل في طبيعة الزيارة واستكمال كل مجرياتها وظهورها للعالم بشكل لذلك أنا أقول بأن الآن نحن أمام فرصة كل كل ما نحتاجه في العراق حتى نعزز هذا يعني الهوية الوطنية عمل مؤسسات الدولة هو أن نركن المصالح الحزبية والزعاماتية والمكوناتية على جهة لأن الرصيد الآن الذي تحقق لم يتحقق إلى جهة ولم يتحقق إلى مؤسسة أو مصالحنا يعني في وقتها تذوب المصالح لا بأس كل إنسان وكل جهة وكل حزب عند مصالح لكن في وقتها مو أنت دائما مصلحتك في كل محفل أنت مصلحتك يجب أن تكون مقدمة أن تذوب كل المصالح الشخصية المكوناتية في مصلحة العراق ولذلك الآن نحن نتحدث عن مصلحة عليا للعراق تحققت من خلال زيارة البابا وهذا شيء مهم وكبير جدا أنا أعتقد أنه يمكن أن نراكم عليه إذا ما طيب على ذكر المراكمة ست سحر يعني هل يمكن أن نراكم مثل هذه الزيارات مثل هذا الحوار كي نفتح حوارا معمقا بين الأديان والطوائف بدلا من صراع الحضارات أو صراع الأديان الذي طرحها في السنوات السابقة طبعا أنا أضم صوتي لصوت حضرتك وبالعكس يعني الوقت ده إحنا لابد أن نحن نبتدي يعني ما ينفعش نتأخر أكتر من كده لأن كل الشعوب وكل الدول ومنطقتنا العربية في أشد الحاجة لبداية هذا الحوار لبداية منهج مختلف في التعامل بيننا وبين بعضنا أنا شايفة أنا شايفة أني زي ما لسا كنت حضرتكم بتتكلموا على تخطية حتى الإعلام لزيارة قداسة البابا يعني عايزة أقول لحضرتك إحنا بقلنا فترة طويلة ما شفناش تخطية لأي شيء من دولة العراق الشقيقة بهذا الجمال وهذا السلام وهذا التمقنينة والشعور بأن خلاص مش العراق اللي إحنا بنشوفها دايما بنشوف الأخبار والأحداث ده بتكون تفجيرات وأحداث الحقيقة مش كويسة وأحداث بتدمي القلب عليها وعلى بلد عظيم وحضارة عظيمة يعني أعتقد أن بالفعل يعني دي البداية أو ممكن تكون دي هي فعلا البداية يعني استطعنا المعكس اللي بني عليها أمور كتيرة خلال زميلتي سحر ممكن يعني عكسنا شيء من جمال العراق من تنوعة من روعة هذا البلد يعني ممكن نشجع الآخرين فعلا أنه يجونا يعني تجونا وكل اللي يرغب بزيارة العراق يرجع يشوفها كل الإعلاميين المخلصين والمهنيين هما الحقيقة يعني بيسقهم وبيتعبهم أنه هما يشوفوا دولة عظيمة وحضارة مهمة وكبيرة وعظيمة ودولة مهمة في منطقتنا العربية أنها تكون بتمر بظروف صعبة مش بنبقى عايزين نروح الدولة عشان نغطي بس الأحداث اللي فيها إرهاب أو الأحداث اللي فيها أمور صعبة بيمر بيها أهلها أو الشعب لا إحنا بنبقى كمان نفسنا نروح برضو ونغطي أحداث بتتكلم على تنمية وأحداث بتتكلم على حضارة بتتكلم على ثقافة ودي أرض حضارة وأرض يعني مشهود لها في التاريخ إنها يعني الحضارة اللي نمت على أرض العراق أرض مهد للأديان مهد للتسامح مهد للتعايش مهد للجميع وطن عظيم الحقيقة والثقافة والفن العراقي وحاجات كتير جدا الحقيقة بقت مش موجودة في عنوين الأخبار اللي بتيجي النهاردة عن دولة العراق إحنا الحقيقة كلنا كإعلاميين أعتقد إن إحنا وخصوصا الناس اللي اشتغلت سياسة عربية يعني كمان بتشتاء إن هي بالفعل تسمع أخبار مختلفة يعني حتى ولو كان فيه حتى أمور بتدعو إلى استقرار الدولة وأمور بتدعو إلى القضاء على الإرهاب هو ده اللي إحنا الحقيقة بنتطوق إليه وبننتظر إن إحنا بالفعل نروح نغطي إحنا كنا بنسافر العراق يعني من سنوات طويلة وعارفين الأزمات والصعاب والمشاكل اللي مرت بهذا الشعب الأبي هذا الشعب الحقيقة اللي برضو اللي ضحى بالكثير واللي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية يعني أكيد يعني أنا الأواني النهاردة إن يكون فيه وضع تاني يكون فيه مرحلة جديدة يكون فيه حياة جديدة لهذا الشعب الحقيقة استحمل كتير يعني أنا دايما بقول إن إحنا الشعب المصري والشعب العراقي يعني هما قدرهم إنه هما يعانوا كثيرا قدرهم إنه هما يعيشوا أوقات صعبة في تاريخ بلدانهم يعني أعتقد حاني يعني يعني آني الأوان إنه يكون الفترة القادمة فترة مختلفة في كل تفاصيلها طبعا بنتمنى إن بالفعل إنه يكون بداية النهاردة وإحنا بنشوف أخبار وأحداث جميلة وملهمة وأحداث كلها بتدعو للخير والسلام والتعايد وحترام الآخر بنتمنى إن إحنا كمان الفترة القادمة يكون فيه عنوين دايما فيه الأخبار عن العراق الجديد بكل ما تحمله الكلمة من عادة أعمار ومن إحياء للإنسان وعودة للثقافة والفن العراقي وكل أنواع الفنون اللي بتسموا بالإنسان وبتخليه في منطقة تانية وفي حتة تانية بالفعل يستحقها هذا الشعب العظيم وهذه الدولة المهمة ذات الحضارة العظيمة شاكر إليك ستسحر هذا النفس الجميل وأتوجه إلى معالي الوزير مروان شرب المعالي الوزير هناك العديد من الرسائل السياسية التي وجهتها زيارة قداسة البابا إلى العراق ستنطلق من العراق نحو المنطقة والعالم هل يمكن الاستفادة من هذه الرسائل وما هي تلك الرسائل أكيد أنا اللي بحب زيد أنه اللي فاجأني اليوم ومبارح كانت العراق على كل شاشات العالم هذا شغلي كتير مهمة لأنه رجعت أتذكر دروس التاريخي اللي كنا ناخدها نحن بالمدرسة وكنا نعرف أنه العراق دولة الخطباء دولة المثقفين دولة الحضارة دولة المدنية اليوم اليوم رجعت هكي صار عندي أمل عن جد صار عندي أمل أنه بالاستقبال اللي حصل لأداسة البابا ولي كتير كان من العالم خايفين وكان يمكن وكان يمكن عب يترددوا ويصلوا أنه ما يزور العراق لأنه العراق فيها بعض من الفتن ومن الإرهاب اللي موجود يعني برهنت العراق اليوم أنا كرجل عسكري برفع القبعة لرجال الأمن العراقيين وللدولة العراقية اليوم المتماسكة إن شاء الله بتظلها متماسكة مثل ما نحنا كنا نعرفها ومثل ما اليوم برهنت على الأرض أنه دولة متماسكة وتكون عبرها لباق الدول العربية والأجنمية الغير متماسكين وترجع العراق دولة الحضارة ودولة اللي نحنا دايما نشكرها كلبنانيين على مساعدتها ووقوفها مع اللبنانيين بالظروف الصعبة أنا أشكرك أيضا معاني الوزير أختم معك دكتور إحسان تحدث قبل قليل شكرت القنوات الوطنية شوية التي تنتباه التي غطت الزيارة بشكل مهني وجيد وكذا أريد أنا أضيف ليش أنت يعني ميزت هل هناك تغطيات لم تكن بتلك يعني الحماسة لهذه الزيارة أريد شوية أكمل السؤال أكو جهات دولية أو عربية أو يعني جهات غير عراقية دول يعني محيطة بالعراق أو خارج الأقليم أو بالشرق الأوسط لا يعتروق لها مثل هذه الزيارة يعني قد تكون هناك دول أو يعني لا أريد أن أسمي حتى لا يعني نذهب بعيدا الآن الأجواء كلها تفاؤل يعني بالتحديد لكن أتصور بأن زيارة بهذا المستوى أعادت للعراق سيادته مكانته وهذا ما لا يروق إلى بعض الدول الإقليمية منها بالتحديد أنت أشرت إلى بعض القنوات وأنا شخصت يعني من خلال مراقبتي أن هناك بعض القنوات الحزبية التابعة للجهات السياسية لم تغطي هذه الزيارة بالشكل الذي يتناسب مع حجمها وأنت الآن شاهدت يعني رأي أساتذة محترمين مع الوزير مروان شربل سيدة سحر عبد الرحمن بدون ما يعني لم يدفعهم أحد إلى الحديث بهذه الجمالية والحب عن العراق وعن حضارة العراق المؤسف في الموضوع يا أستاذ كريم أنه قنوات عربية وعالمية غطت الزيارة لحظة بلحظة لكن قنوات عراقية طالما أدعت يعني بأنها مهنية و مع العراق و دعم العراق لكن من المؤسف جدا حينما وجدت في أن هذه الزيارة ممكن أن تصب في صالح الدولة مؤسسات الدولة ترى بالنهاية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ترى هي مؤسسة من مؤسسات الدولة غير هي كمؤسسة دائمة لكن قادتها مؤقتين يعني فأنت أدعم المؤسسة هذه لا تحدث عن مؤسسة ولا أتحدث عن أشخاص يعني لاحظ حينما تضع بعض الجهات السياسية حاجزا أمام دعم العراق يعني لمجرد أنها بخلاف مع مؤسسة مع من يقف مع هذه المؤسسة على رأس هذه المؤسسة أنا أعتقد أنها من الخطأ بكبير وهو المصالح الضيقة ترتكب خطأ كبيرا جدا يعني أولا بحق توجه وجهها أيدولوجيتها السياسية أي أن كانت وأيضا وسائل إعلامها لن تكون ذات مصداقية بالتالي المواطن الآن يعني أتحدث مواقع عربي عراقي أو حتى متلقي عربي عالمي بالنهاية سيستطيع الفرز بأن عدم التغطية هو لحسابات سياسية وقد تكون استياء من ما حققه العراق ولذلك ستخسر كثيرا لهذا أنا أتصور بأن عدم الاهتمام بهذه الزيارة من قبل جهات سياسية من قبل مؤسسات أعلامية أنا أعتقد أنه خطأ فادح ارتكبته بحق العراق وبحقها أنا أشكرك جزيلا شكر وتقدير دكتور حسان الشمير رئيس مركز التفكير السياسي شكرا لكم ولرجل دين الشيخ علي بشير النجف كان معنا من النجف ولمعالي الوزير مروان شربل وزير الداخلي العراق السابق ولستة سحر عبد الرحمن نائب رئيس تحرير جرية الإخبار انضمت إلينا من القاهرة شكرا لهم جميعا وشكرا لمشاهدين الكرام الذين تابعوا هذه التغطيات المتواصلة من قناة العراقية أو من شبكة الإعلام العراقي بكل قنواتها القناة العراقية الإخبارية العامة الرياضية الإذاعات إذاعة جمهورية العراق كل الإذاعات الأخرى وكل المؤسسات مواقع شبكة بكل تفاصيلها هي مكرسة لتغطية هذه الزيارة التاريخية العظيمة عسى أن نكون قد وفقنا شكرا لكم مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة